موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته معكم احمد علي وحالة جديدة العالم الصرار التقنية نردان نتكلم عن MB Robotics اه او منصة امبي المنصة المفروض انها بتتداول او مش بتتداول هي القصة انها منصة روبوتات تصنيع روبوتات الية في شهر التسويق وفي نفس الوقت عاملين منصة البحية طبعا الكلام ده كلام لا يمتل الواقع بصيرها ولو بصينا على المنصة لان لها فعلا مصنع فيديو هاتوي موجودة في امريكا ولو بصينا على الموقع اللي هو منصة امبي نفس اللوجو ونفس كل حاجة ولكن معمولة بالعربي ومعمولة برضو استثمار عن طريق فودافونكاش هل امريكا او مصنع روبوتات في امريكا عايز فلوس من المصريين عشان خاطر يستثمر فيها ويوسع شغل او على اقل يعمل نشاط طبعا الكلام ده كلام يتضح للرأي وللمستمع انه هو كلام كتب دي منصة زي هوببول زي بقية المنصات اللي بتطلع عشان خاطر تعمل عملية نصب القصة طبعا انهم اغدين اسم موقع مشهور وعملين انهم شغلين فيه الموقع الاصلي هتلاقيه باسم.com والموقع الحقيقي هتلاقيه باسم online.online نفس اليوزر نيم ونفس كل حاجة ما عادة طبعا النهاية online مش.com تاني موقع روبوتات ما بيجيبش فلوس موقع روبوتات بيشتغل لو هياخد استثمارات بيبقى عن طريق اسمع وعن طريق اكتابات بتتعمل فيه لكن الموقع اللي معمول اصدنا اللي هو ده ابو ثلاثة شنن ومعمول بالعربي ومعمول كل حاجة ده واحد مصري دماغه رائقة حاب يعمله قرشين على المصريين فقالك نعمل منصة ونقترح الاسم ده على شركة كبيرة ونبتدى نعمل طبعا الموضوع ده تعمل بل كده في ركوتين وفي امازون وفي مليون الف حاجة نفس المنصة دي قلنا ان الاسكريبت كله ما يكلفش من دولار والموقع ما بيكلفش من دولار يعني متين دولار بيبتدى ينصب على المصريين ويعمل شورل فتاني محدش يخش خالص الموقع دي زي ان هما بيشتغلوا زي ما قلنا يعني فودافون كاش حاليا الحكومة عنها عليها عشان خاطر موضوعك بول فانت عشان ما تدخلش نفسك في قلق بلاش اصلا انك تخش على اي نوعية من الموقع دي هتقول لي اما لا شغل فلوس في ايه شغلها في استثمارها على ارض الواقع او شغلها انك انت تعمل بها شغل خاص بنفسك تسويق او تتعلم انك تاخد بها كورسات تعمل بها حاجة تقدر تجيب بها فلوس مش تدي فلوسك للنصابين عشان خاطر يدوكهم فلوس مفيش لصاب هيدك فلوس اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته